أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة آية استوقفتني ومعنا فضلة الشيخ مصطفى البدري أهلا وسهلا شيخ مصطفى أهلا بك أخي مصطفى أهلا بالأخي الكرام يا أهلا ومرحبا ماذا اخترت لنا اليوم اليوم مع سورة المؤمنون وقول الله تبارك وتعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون جزاك الله خيرا تفضل الشيخ مصطفى اشرح لنا وفق أعوذ بالله السلام عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمنسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد فهذه الآيات من سورة المؤمنون يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة قال المفسرون وإن هذا دينكم دين واحد وإن هذه أمتكم أمة واحدة وهذه كمثل قوله تعالى في سورة الأنبياء إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون في سورة الأنبياء قال فاعبدون وفي سورة المؤمنون قال فاتقون إن هذه أمتكم ليفر الأنبياء أمة واحدة سورة الأنبياء إن هذه أمتكم في سورة المؤمنون وإن هذه أمتكم وفي الموضعين ذكر الله عز وجل الحديث عن مريم وعيسى عليه السلام قبل هذه الآية ففي سورة المؤمنون الآية التي معنا وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين هذه هنا وفي سورة الأنبياء والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين فهنا يتكلم رب العزة تبارك وتعالى عن الأنبياء والمرسلين الذين سبقوا نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام ثم خاطب الجميع خطابا واحدا بقوله يا أيها الرسل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة قال ابن عباس وأن هذا دينكم دين واحد فدين الله تبارك وتعالى الذي بعث به الأنبياء والمرسلين جميعا دين واحد وهو دين الإسلام كما قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وهذا خبر هذه الآية إن الدين عند الله الإسلام خبر والخبر في نصوص الوحي لا ينسخ ولا يتغير بين الأنبياء بعضهم البعض ولا بين المرسلين وبعضهم البعض الخبر لابد أن يكون ثابتا لأن الأنبياء والمرسلين إنما جاءوا يصدق بعضهم بعضا لا ينبغي أن نقول هذا جاء بخبر وهذا جاء بخبر مضاد له ثم إنها تتكلم عن أصل الدين والخبر عن أصل الدين لا بد أن يكون واحدا لأن الله تبارك وتعالى قال في موضع آخر أمر الله عز وجل أن يكون هذا الدين واحدا وأن تتعبد الأمم كلها بهذا الدين الواحد قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أن أقيموا الدين الدين هنا تدل على علم معلوم ومعهود في الذهن وهو دين الله عز وجل الواحد الذي هو الإسلام فقول الله تبارك وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأن هذا دينكم دين واحد عليكم أن تحافظوا عليه ويقول العلماء أيضا إن هذا الدين له أصول متعلقة بالعقائد وله فروع متعلقة بالشرائع والأحكام والسلوكيات أما أصوله المتعلقة بالعقائد فهي ثابتة لم تختلف ولم يحصل فيها أي تغاير بين الأنبياء والمرسلين وإلا فما يجوز أبدا أن نقول في شريعة أو في ملة موسى الله عز وجل يلد وفي ملة عيسى الله عز وجل يلد ثم في ملة محمد الله عز وجل لا يلد حاش الله تبارك وتعالى أن يوصف بهذا أصلا لكن هنا نقطة مهمة أصل هذا الدين من جهة العقيدة واحد وإلا لكان أحد الأنبياء والمرسلين مكذبا للآخر هل يأتي واحد ويقول لله ولد ويأتي آخر ويقول ليس لله ولد هل يأتي نبي ويقول الله واحد ويأتي آخر ويقول الله اثنان أو الله ثلاثة هل يأتي نبي ورسول ويقول لقومه اتخذوا أحباركم ورهبانكم أربابا مع الله ثم يأتي رسول آخر يقول لا تتخذوا أحباركم ورهبانكم أربابا مع الله هذا غير مقبول غير معقول وإلا لكانت دعوات الأنبياء والمرسلين متضاربة متناقضة وهذا ليس صحيحا على الإطلاق دعوات الأنبياء والمرسلين أصلها واحد والنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معشر الأنبياء ديننا واحد ديننا واحد أصل هذا الدين كل ما يتعلق فيه بالعقائد والأصول والثوابت أمر لا يتغير ولا يختلف من نبي إلى آخر ولا من رسول إلى آخر بل إننا ذكرنا قبل ذلك لفتة مهمة وهي أن حتى اسم هذا الدين لا يتغير اسم هذا الدين الإسلام قال الله عز وجل عن نوح عليه الصلاة والسلام وأمرت أن أكون أول المسلمين هذا في سورة يونس وأكثر من آية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين سماه الله عز وجل مسلما ومن يتبع إبراهيم عليه الصلاة والسلام لابد أن يكون هكذا مسلما وأبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون ورسول الله موسى عليه الصلاة والسلام قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين إن كنتم مسلمين بل عيسى عليه الصلاة والسلام نفسه قال فلما أحس عيسى منهم الكفرة قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون وفي أخرى واشهد بأننا مسلمون وفرعون هذا الذي أرسل إليه رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين لم يقلوا أنا من اليهود الإسلام هو دين جميع الأنبياء لم يكن هناك مسميات أخرى اسما ومضمونا اسما وعقيدة اسما وأصولا يعني في اسمه هو دين الإسلام وفي أصوله ومضمونه الأساس أيضا هو شيء واحد لم يختلف ولم يتغير بين الأنبياء والمرسلين الذي اختلف بين نبي ونبي وبين رسول ورسول هي الشرائع التي تقبل الاختلاف من زمان إلى مكان من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن قوم إلى قوم لكن أصول الدين مثلا نعم في الحديث عن عيسى عليه الصلاة والسلام في سورة آل عمران قال وَلْأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ يعني بعض الأمور المحرمة عليكم جاء عيسى عليه الصلاة والسلام بتحليلها ولما جاء محمد عليه الصلاة والسلام قال وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ يعني أيضا كانت هناك قيود شديدة على السابقين فجاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بتيسير هذا الأمر والتخفيف فيه فهذه الشرائع تختلف من زمان إلى زمان من مكان إلى مكان من قوم إلى قوم لكن أصل هذا الدين انظر حتى إلى الجن الجن وهؤلاء مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى قالوا وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوا الرَّشَدَ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبَ ما قالوا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْيَهُودِ وَمِنَّا النَّصَارَى وَمِنَّا لا لم يقولوا كذلك لأنهم يفهمون حقيقة الدعوة والرسالة وهم الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه إنا سمعنا كلاماً أنزل من بعد موسى يعني يعرفون الأنبياء أو يعرفون المرسلين عليهم الصلاة والسلام ويعرفون الدين أو الملة التي أرسلهم الله عز وجل بها فهؤلاء بيّنوا أن القسمة اثنين فقط أن القسمة اثنان فقط إما مسلم وإما غير مسلم والمسلم هو المؤمن الحق بالله تبارك وتعالى وبأنبيائه ورسله وغير المسلم هو الكافر الذي يخلد في النار فهنا الله تبارك وتعالى يقول وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وفي سورة الأنبياء وأنا ربكم فاعبدون أي لا تعبدوا غيري أصل هذا الدين واحد لا تعبدوا غيري ثم فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا يقول كثير من المفسرين المقصود هنا اليهود والنصارى لأنهم قالوا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض نؤمن ببعض المرسلين ونكفر ببعض نؤمن ببعض الشرائع ونكفر ببعض وحرفوا كتبهم وتلاعبوا فيها ووضعوا فيها أشياء من عند أنفسهم ليست مما أنزله الله تبارك وتعالى فوصفهم الله عز وجل بهذا الوصف فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً أي قطعاً أصبحوا مقطعين قطعاً الممزقين لم يثبتوا على ما جاءهم به أنبياؤهم ورسلهم عليهم الصلاة والسلام فالله تبارك وتعالى يبين أن هذا الضلال وهذا الانحراف وقعت فيه الأمم السابقة بينها وبين بعض كما وقعت فيه عندما بعث إليهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءهم هذا الرسول وكانوا يعرفونه وكانوا يستفتحون على الذين كفروا من قبل كفروا به عليه الصلاة والسلام وكفروا بالكتاب الذي جاءهم مصدقاً لما معهم من الكتب التي بين أيديهم قبل أن يحرفوها وقبل أن يتلاعبوا بها هؤلاء تقطعوا أمرهم بينهم زبراً كل حزب بما لديهم فرحون اليهود فرحون بما عندهم والنصارى فرحون بما عندهم وكل فريق من هؤلاء أيضاً فرح بما عنده فهم فرق وهم جماعات متناحرة متصارعة كل فريق منهم يزعم أنه متمسك بما كان عليه العهد الأول وهذا غير صحيح كلهم قد ضلوا عن الصراط المستقيم وأرسل الله عز وجل إليهم محمداً صلى الله عليه وسلم حتى يعيدهم إلى الأصل حتى يردهم مرة أخرى إلى الأصل الذي كانوا عليه والذي بعث به أنبياؤهم ورسلهم لكنهم كفروا به عليه الصلاة والسلام فنزل فيهم قول الله تبارك وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك هم الكافرون حقاً أولئك هم الكافرون حقاً الذين آمنوا بالبعض وكفروا بالبعض فالذي يكفر ببعض ما أنزل الله تبارك وتعالى هو كافر في الحقيقة بكل ما أنزل الله عز وجل لأنه يهدم المبدأ يهدم الأصل المبدأ والأصل أن الله تبارك وتعالى مالك الملك يأمر فيطاع يخبر فيصدق جل وعلا لا يرد عليه ولو جزء يسير من أمره لكن الذي لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه يقول هذا يعجبنا من الوحي فنأخذه وهذا لا يعجبنا من الوحي فنرده هذا كافر بالله تبارك وتعالى لأن المؤمن الحق يقبل كل ما جاءه من عند الله عز وجل وإن عصى وخالف في التطبيق لكنه يقبل ما جاءه من عند الله عز وجل وهنا يقول الله تبارك وتعالى فتقطع أمرهم بينهم زبراً كل حزب بما لديهم فرحون قال العلماء وفي هذا وإن كان الخطاب للأمم السابقة تحذير لأمة محمد عليه الصلاة والسلام فإن الفرقة والاختلاف والتحزب أمر مرفوض أبداً غير مقبول أبداً هناك فرق بين التفرق في أصل الدين وأن نصبح شيعاً وكما قال تعالى في سورة الأنعام وتقطعوا أمرهم بينهم هذه الآية تبين أن بعض المنتسبين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ضلوا الطريق الحقيقي وأخذوا طرفاً من الدين ثم حرفوا وبدلوا وغيروا في أمور من أصول هذا الدين من العقائد والثوابت التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فأصبحوا أهل بدعة وفرقة لذلك يسمى المتمسكون بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام أهل سنة وجماعة أهل السنة والجماعة هم الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى بالتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وقد ورد في تفسير قول الله تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة فالذين يتمسكون بما كان عليه الصدر الأول بما كان عليه جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وكيف أن هذا كان الحق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسك بهذا النهج فهو متمسك بأصل هذا الدين لم يفرق ولم يحزب ولم يقطع أمره كما حصل في الأمم السابقة ونذكر في هذا الموطن حديث جابر بن عبد الله الذي رواه البخاري رحمه الله في صحيحه حيث قال كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار أصابه ارتطم به فتشاجر فقال المهاجري يا للمهاجري وقال الأنصري يا للأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوة جاهلية هذه دعوة جاهلية دعوة جاء الإسلام بإلغائها ليس هناك فرق بين مهاجري وأنصاري إنما المؤمنون إخوة المسلم وأخو المسلم جاءت الثوابت تؤكد هذا قال ما بال دعوة جاهلية قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة مع أن وصف المهاجرين وصف مدح به أصحابه في كتاب الله عز وجل ووصف الأنصار كذلك مدح به أصحابه في كتاب الله عز وجل لكن أن يصبح هذا الوصف سببا في تفرق المسلمين أن يكون هؤلاء في جانب بأنهم موصفون بوصف المهاجرين وهؤلاء في جانب آخر بأنهم موصفون بوصف الأنصار هذا مخالف تماما لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعوها هذه جاهلية فإنها منتنة وينبغي عليكم يا معشر المسلمين أن تكونوا أمة واحدة كما وصفكم الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وترابطهم كمثل الجسد كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر هذا ما ينبغي أن تكون عليه أمة الإسلام الشاهد أن أصل الدين الذي أرسل الله عز وجل به الأنبياء والمرسلين واحد لم يختلف بين الأنبياء ولا بين الرسل بعضهم وبعضهم البعض كذلك أصل الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي على أمته من بعده أن تتمسك به وأن لا تتفرق وأن لا تتحزب وأن لا تكون هكذا مقطعة وإلا صارت ضعيفة مهزومة وهذا يعني ثابت واضح أمام أعيننا كلما تفرقنا كلما استطاع أعداؤنا أن ينتصروا علينا وكلما تماسكنا واتحدنا وتآلفت قلوبنا وترابطت كلما ضعف عدونا عن أن ينتصر إلينا علينا أو أن يتمكن منا نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تزاك الله خيرا شيخ مصطفى وبارك الله فيكم وشكرا لكم على هذه المحاضرة الرائعة وفي سؤال لأحد الإخوة عبد الرحمن يسأل سؤال يقول هل الاختلاف بفروع العقيدة مقبول بين المسلمين فروع العقيدة العقيدة هي أصل ولا ينبغي أن نقول إن فيها فروعا إلا أن بعض الأمور الخفيفة القليلة جدا المتعلقة بالعقيدة قد وقع فيها الاختلاف بالفعل في صدر هذه الأمة ينبغي أن نثبت الأصل ما اتفق عليه الأولون فلا بد أن نتفق عليه ولا ينبغي أن ينشأ فيه خلاف والأولون هؤلاء ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فالعلماء يقولون خير الناس هم الصحابة ثم التابعون ثم تابعوا التابعين وهكذا بالسند الصحابة ومن تبعهم ثم من تبع من تبعهم هذه أجيال ثلاثة بعض العلماء يقول الأصل هو الجيل الأول فقط لو الجيل الأول اتفق فهذا هو الاتفاق والإجماع المعتمد كما ذكر ذلك ابن حزم وغيره من الأصوليين تمام وبعضهم يقول لا بل اتفاق هذه القرون الثلاثة إذا انعقد فهو الاتفاق الملزم لمن بعده من أبناء هذه الأمة وإذا وقع خلاف بين أبناء هذه القرون الثلاثة فيدخلون في ذلك الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ويقفون عند أحمد إذا حصل خلاف بين هؤلاء فإن هذا الخلاف مقبول سائغ أما إذا لم يحصل خلاف في هذه الأزمنة فكل خلاف بعدهم خلاف مذموم مرفوض ثم هناك الخلافات الأصلية خلافات الخوارج خلافات المرجئة خلافات الشيعة خلافات القدرية خلافات الجهمية هذه خلافات في أصل الدين في أصل العقيدة هذه لا تجوز أبدا ولا تقبل أبدا وكل من انتسب إلى أصل بدعي من هذه الأصول يسمى عند أهل العلم مبتدع ولا يقبل منه كلامه في هذا الموضوع ولا يعتبر خلاف هؤلاء أو خلاف هذه الفرق خلافا مقبولا بين المسلمين لكن كما قلت هناك بعض تفاصيل في أمور العقيدة يعني مثلا السلف على أن أسماء الله عز وجل وصفاته هي الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة تمام لكنهم قد يختلفون في تأويل آية وفي تفسير آية في تفسير قول الله عز وجل وما يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود وقع خلاف في تفسير هذه الآية هل هذه الساق المقصودة بأنها الجارحة لله تبارك وتعالى أم أنها كناية عن الشدة التي تكون في هذا اليوم هذا الخلاف وقع بين السلف كذلك في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون مع اتفاقهم على أن الآيات الأخرى التي وردت فيها اليد ثابتة لله تبارك وتعالى الجارحة ثابتة لله عز وجل لكن في هذه الآية يختلفون هل المقصود اليد التي هي الجارحة أو المقصود قوة الله تبارك وتعالى وقدرته فهذه بعض تفاصيل دقيقة هذه التفاصيل الدقيقة يحصل فيها خلاف لما ورد من خلاف أصلي بين أبناء الأجيال الأولى والرعيل الأول من هذه الأمة لا ضير في ذلك لكن أصول العقيدة لا خلاف فيها أبدا ثوابت هذه العقيدة لا خلاف فيها أبدا أن هذا الدين واحد لا خلاف فيه أبدا أن غير المسلمين سيدخلون جهنم إذا ماتوا على ذلك لا خلاف في ذلك أبدا وأركان الإيمان أصول الإسلام واضحة وكل من خلاف أصلا من أصول الإسلام فهو خارج أمة الإسلام نعم بل بعض العلماء يقول وهذا ذكرناه في آية آل عمران في الكلام عن المحكم والمتشابه بعض أهل العلم يقول إن بعض أصول العمل أيضا ثابتة متفق عليها بين الأنبياء والمرسلين كالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وحقوق الجار والعدل وحرمة الظلم هذه ثابتة بين الأنبياء والمرسلين وما كان ثابتا بين الأنبياء والمرسلين كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما كان ثابتا بين الأنبياء والمرسلين لا يجوز فيه الخلاف بين هذه الأمة الخلاف وقع في هذه الأمة فيما جاز أن يقع فيه الخلاف بين الأنبياء والمرسلين نعم نستطيع أن نقول يا شيخ مصطفى أن الخلاف هذا الذي حصل بعد القرون الثلاثة الأولى غير مقبول حتى وإن بعض العلماء مثلا حتى وقع في بعض العلماء لكنه غير مقبول ليس سائغا كما هو الخلافات الأخرى المتعلقة بالفقه وأمور أخرى في سؤال من خديجة تقول هل مسألة الخروج على الحكام الظالمين من أصول الدين الذي لا يجوز الخلاف فيه مسألة الخروج عن الحاكم الظالم مسألة اختلف فيها السلف وبينهم فيها أقوال كثيرة ومن يدعي الإجماع في ذلك فقد كذب وقد خرج فقهاء المدينة كما ذكر الحافظ بن حجر رضي الله عنهم وقال وهؤلاء كانوا أهل صلاح وتقى كانوا أهل صلاح وتقى لكن الأمر يحتاج إلى تفصيل بسيط هناك حاكم ظالم في خاصة نفسه وهناك حاكم ظالم وظلمه عم الأمة وهناك حاكم وصل به الحال إلى الكفر عياذا بالله والخروج عن أصل الحاكمية أو أصل وجوده بل هو محارب الإسلام أيضا يعني نعم نعم فالأول الظالم الذي هو ظالم في خاصة نفسه حاكم يشرب الخمر حاكم يسمع المعازف والموسيقى وعنده الجاريات والراقصات ومثل هذا لكنه في حكمه للأمة في حكمه للأمة عادل في الجملة ويقيم الجهاد ويقيم الشرائع قال العلماء هذا لا يكاد الخلاف يذكر في حرمة الخروج عليه هذا لا يخرج عليه لماذا؟ لأن ظلمه متعلق بنفسه ظلمه متعلق بنفسه نعم عنده ذنوب خاصة وهذا لا يخلو منه أحد من البشر هذا الأمر لا يخلو منه أحد من البشر لكن إذا كان ظلمه عاما بمعنى أن المقصد من وجوده الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره قال والمقصد من وجوده هو حماية الضعفاء والمساكين والقيام على شؤون اليتامة والفقراء المقصد من وجود الحاكم حماية الضعفاء والمساكين والقيام على شؤون اليتامة والفقراء قال الجمهور إذا فسق فيما يتعلق بهؤلاء جاز الخروج عليه هذا في تفسير القرطبي من أراد أن يرجع إليه في قول الله عز وجل وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة المسألة الثالثة عشرة الإمام القرطبي كده في كل تفسير وفي كل آية بقول فيها عدة مسائل هنا قال في المسألة الثالثة عشرة قال وجمهور العلماء على أن الحاكم الفاسق فيما يتعلق بحقوق الأمة يجوز الخروج عليه بل الإمام أبو يعلى في الأحكام السلطانية قال وللحاكم على الأمة حقا ما لم يبدر منه ما يجيز الخروج عليه شوف خد بالك يبقى العلماء بينصوا على أن الحاكم قد يبدر منه ما يجيز الخروج عليه ما هو الذي يجيز الخروج عليه ضياع حقوق الأمة وهدم الشريعة أو عدم إقامة الشريعة لذلك الأثر الوارد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لابد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة برة كانت أو فاجرة قالوا يا أمير المبينة هذه البرة عرفناها فما بال الفاجرة قال يؤمن بها السبيل وتقام بها الحدود ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفيء يؤمنوا بها السبيل يؤمنوا بها السبيل خد بالك الطريق آمن في ظل هذا الحاكم الناس يتخطفون من بيوتهم يعتقلون من بيوتهم على دينهم في حالة عدل عام حتى عند الإمارة الفاجرة في حالة عدل عامة في حالة أمان عامة تمام؟ وتقام بها الحدود شعائر الله عز وجل وشرائعه تقام يعني هو يقول عن الإمارة الفاجرة أنها يؤمن بها السبيل والآن لا يؤمن السبيل وتقام بها الحدود والآن لا تقام الحدود الحدود ويجاهد بها العدو يجاهد بها العدو أين الجهاد في سبيل الله عز وجل هذه الجيوش التي أسست إنما أسست لمحاربة شعوبها نعم أنا أقصد يا شيخ مصطفى أن الموضوع هذا الإمارة الفاجيرة هذه قد تنطبق على بعض الدول التي قامت بعد سقوط الخلافة الراشدة ووقعت نزاعات وخلافات واقتتال ومشاكل ولكن كانت الدولة مستقرة وكان يقام الجهاد وكان الناس يأمنون على أنفسهم وتطبق الحدود وتوزع كل شيء نعم ويقسم الفيء يعني الشيء اللي بيدخل للدولة بيقسم على الرعية مش بياخدوا السلطة الحاكمة وصندوق تحيا مصر وصندوق السيادة اللي الناس ما تعرفش عنهم حاجة والفلوس دي بياخدوها الطغمة الحاكمة عايز أقول للأخت السائلة عايز أقول للأخت السائلة إن الخلاف وقع في الأمويين والعباسيين وحتى العثمانيين هل يخرج عليهم أو لا يخرج عليهم العلماء اختلفوا في شأن هؤلاء إذن هذا ليس الجواب المختصر هذا ليس من أصول الدين يعني هذه من الأشياء التي وقع فيها الخلاف بالنسبة للحاكم الظالم نعم هو هكذا السؤال لكن الأمر الأخير المتعلق بالحاكم الكافر المارك الخارج عن الدين والشريعة هذا قولا واحدا يجب الخروج عليه وتغييره لكن يراعى في ذلك أمر المصالح والمفاسد والقدرة على التغيير وما شابه ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحاديث التي نهى فيها عن الخروج على الحاكم قال ما أقام فيكم كتاب الله ما أقام لكم الدين ما أقام لكم وبالطبع عندنا قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وشرحها موجود في ظن هذه السلسلة يرجع إليه من شاء جزاك الله خيرا شكرا مصطفى وشكرا لك وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة وإن شاء الله نلتقي بكم غدا في حلقة جديدة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ولا إله إلا أنت أستغفرك وأتوق إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم على المجاهدة ويرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات شؤون إسلامية لنصرة قضايا الأمة شكرا لكم